ملف مهم وفعلاً أنا مستغربة شخصياً لما أجي أتكلم عن مشاكل في العضوام إحنا كنا زمان وإحنا صغيرين نعرف إن الموضوع ده بيصيب كبار السن اللي هو جدودنا ونشوف الناس الكبيرة ما تيجي تقعد تقف تتحرك كتير يقول لك ظهري ساعدني يسندني لكن شباب صغير وبيشتكي وزي ما كنت بتكلم فئات مختلفة مش يعني حالات نادرة لأ موجودة طبعاً طبعاً راجع لحاجات كتيرة جداً 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 أولاً نمط حياتنا أكيد يعني الشباب اللي بيشتكي من مشاكل في العضم وعضمه بيوجعوا نتيجة حاجات كتيرة جداً أولاً نقص الكالسيوم ما بيأكلش الأكل اللي فيه كالسيوم نقص فيتامين دال ليه فيتامين دال؟ إن فيتامين دال المفروض يبقى موجود أقل حاجة 30 المفروض أول هو أقل حاجة 20 بس أنا بحب يخليه 30 و40 عشان فيتامين دال هو اللي هيزاعد أن الكالسيوم يدخل للعضم من غير فيتامين دال الكالسيوم مش هيدخل كثرة الإفراط في المشروبات الغازية المشروبات الغازية نشربها أنا ما بقيتش أحب أحرم حد يعني من الحاجات اللي بحبها بس بالاعتدال بالأوليل المشروبات الغازية فيها فوسفوريك أسد دابترود لكالسيوم بره أصلا العضم عندك كمان عدم الحركة عدم الحركة دي مشكلة شباب كتير أنه على طول قاعد عايزي ريح لا هو وقت الشباب وقت الشغل والحركة والباور فعدم الحركة دي مشكلة ممكن كمان اللي بيسوقوا مثلا مسافات طويلة أو شغالين في مكاتب وقاعدين بالسبع ساعات فتلاقي بقا يروح قاعد عاملك يعني قاعد مريح ده إحنا في البرنامج بتلاقي غزب عنك لازم يعني القاعدة برضو بتبقى مش سليبة لازم طول الوقت يعني من وحنا صغيرين نحاول نقعد فردين ظهرنا كل الحاجات دي بتأثر أكيد كثرة الموالح أو الملح الكتير في الأكل طبعا الملح مهم سودي مهم للقلب ومهم الحاجات كتير قوي إلكترايت مهم قوي لكن كثرته بيها بيها كل فلاد كل حاجة كثرة منها غير الصحية تماما يعني طبعا وأكيد السكر لو عالي نسبته اللي تعرفة لو أول ما السكر بيعلم بيعملي مشاكل في الأوعية الدموية فالأوعية الدموية لو اديقت عندي الدم مش هيخش العظم الدم هو اللي بيحمل زي ما أنا قلت الدم هو التاكسي أو وسيلة الوصائط هو اللي بيحمل الكالسيوم وفيتامين ديل وعلى فكرة فيتامين سي مهم عشان الكولاجين فلو الأوعية الدموية اديقت الدم مش هيخش غاز العظم فبيحصل مشاكل في العظم العظم مهم قوي أننا نعرف نصلي بطولنا حلو المصطلح ده نصب طولنا لأن لو إحنا وقعنا محدش يشلنا الحقيقة فلازم إحنا طول الوقت نهتم بصحتنا ونهتم بعظامنا وحتى سنننا يعني لو عندي مشاكل في الكلسم هتلاقي السنن فيها مشاكل هتلاقي الضوافر فيها مشاكل حاجات كتيرة جدا صح طيب لو كلمنا بقى عن الفيتامينز يعني بجانب القعدة السليمة والتغذية السليمة والكلام اللي إحنا بنتكلم عنه ده الفيتامينز اللي إحنا محتاجينها علشان العظام وتحديدا لفئة اللي هم الشباب الصغير إيه هي تحديدا ومتوفرة إزاي في ألف مولتي فيت كالسيوم كالسيوم ثم كالسيوم ثم كالسيوم المفروض أن البني آدم الطبيعي بيأخذ انتيك للكالسيوم ألف ميلي جرام أنا عندي داخل ألف مولتي فيت سيفينتي عشان كده بقول أنا ما بقلقش من نسبة الكلا لو أنا أخدت ألف مولتي فيت مثلا من الأسئلة الواردة أخذوا كم شهر وأستنى كم شهر أخذوا شهر وأستنى شهر وأخذوا شهر لأهو كالسيوم عندي سبعين بس فقدر أخذه لايف ستايل كداعم لتكوين خلايا العظم للقوة بتاعت عظمنا فمعندي مشكلة أن أنا أخذ ألف مولتي فيت ومع الكالسيوم أكيد بعمل مونتر لفيتامين دال يعني كمان لازم أقعد في الشمس على الأقل لنص ساعة في اليوم بس أبقى حتى الوقت الشمس بتاعي أو تلت ساعة في اليوم عشان أعرف أن الجسم يولد لي فيتامين دال مع الكالسيوم لأن الكالسيوم فيتامين دال بيساعد على دخوله في العظام